يتفائل البعض من بداية نهاية الموجة الرابعة في اسرائيل فالمؤشرات في عامة البلاد من خفاض وهناك شبه استكرار في الحالات الحرجة ولكن معطيات المجتمع العربي تنذر بضرورة التفاؤل الحرج فهي لا تزال بأوج الجائحة مقارنة بالمجتمع عامة حيث تشير آخر المعطيات التي نشرتها الهيئة العربية للطوارئ أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلدات العربية لغاية الأحد بلغ 155568 والمقلق أن للأطفال النسبة الأكبر وهي 62% كما وتستمر أعداد الوفيات بازدياد بعد تسجيل 27 حالة 44 بلدة عربية في الدائرة الحمراء أي أنها الأعلى كثافة في نقل العدوى فيما تتواجد 33 بلدة في الدائرة البرتقالية وحول ذلك أكد رئيس جمعية تطوير صحة المجتمع العربي ألي بلفوسور بشار بشارات في حديث للإعلام الإسرائيلي أن المجتمع العربي ضعف المجتمع اليهودي في أعداد الإصابات ونسبة غير المطعمين مشيرا أن مقياس العدوى في المجتمع بأكمله أقل من واحد ولكن المجتمع العربي يقترب من اثنين والسبب في ذلك كلة الخدمات الصحية ورداءة مستواها للعرب إلى جانب كلة إقبالهم على الفحوصات وعدم حرصهم على تلقي التطعيم تشير معطيات وزارة الصحة الأخيرة بانخفاض عدد الفحوصات العربية خلال الأسبوع الماضي ليصل إلى سبعين ألفا مقارنة بما يزيد عن ثمانمائة وخمسين ألف فحص على مستوى البلاد المجتمع العربي تأخر في بداية انتقال عدوى الموجة الرابعة إليه وسيتأخر في الوصول لمرحلة الشفاء كما رجح بشارات أن تعافي المجتمع العربي سيكون بعد أسبوعين من الالتزام بالتطعيم مضيفا أن السفر للخارج أقل خطورة من السكن بالبلدات العربية حاليا قد يهيأوا لصناع القرار أن الموجة في نهايتها ليبدأوا بتخفيف الإجراءات الوقائية ولكن الحالة التي تعيشها المجتمعات العربية تلزم ببقاء الإجراءات على ما هي لمنع انتشار العدوى مرة أخرى ويوصل عاملين في القطاع الصحي استخدام استراتيجية لزيادة التطعيم بالجرعة الثالثة فقد بلغت نسبة التطعيم الكلية في المجتمع العربي للجرعة الأولى سبعين بالمئة وهي الأقل في المجتمع عامة